طب انا اعمل لك ايه يعني ماشي ماشي معاني الخلافاوي براحتك وبعدين في الزفت الخلافاوي ده هيعمل له ايه يعني عمال بيزن علي يزن علي كل شوية عشان فلوس بتاعته طب يا دولة مادام يعني عمال يزن على ودانك ده وان ما تحطول قطن في ودانك هنا او سفينك انا مش عارف اعمل ايه مع الراجل ده بيكلمني كان شغال عنده يعني بشان ابو اللي عامل زي ارني الجاموسة ده لا بس بصراحة يا دولة يعني معلم خلافاوي ده راجل جدع جدع ايه يا ابن ولا جدع ولا حاجة ده انا بقى ما بقاش جدع لو ما اخدتش فلوسي دلوقتي معلم خلافاوي والله يا حضرتك لسه كنت جاي بصيرتك انا والحيوان ده اه بقمارة قرم الجاموسة اه عسر الكلام اطلب فلوسي يا نصب بص حضرتك انا مش نصب ولا حاجة انا ليه فلوس كتير اقوي في السوق بس الناس ما عندهمش دم بيدفعوش حضرتك لغاية دلوقتي يعني ما تقول لنفسك يا اخي قصدك ايه قصدك ان انا ما عنديش دم ماشي عموما اشتي ما بتلف تلفه وترجع لصحابه اما صحيح اللي اختشوا بايته ابقى مدقينك وتغرب فيها وفي مطيطك طيب عادل انا حاخد فلوسي تايته امتهلت وانا انت ماشي اعلى مفخيلك اركابه مع الف سلامة يا معلم الكل الف السلامة الف السلامة مش تقول لي يا خابي مش تقول لي ان هو واقف ورا ضهري احسن احسن ماشي ماشي يا رامزين ما فرجتك بقولك ايه ايه عايزك تطلع تجيب لي التمثال بتاع حد حور ده اخده معايا وانا رايح للمعلم ابراهيم يمكن اخد منه فلوس حاضر بطلع لا لا ولا اقولك لا لا بلاش هتكسره ما انت هو بتكسر طول الوقت انا هطلع اجيبه بنفسي ودي السلم كويس ماشي اطلع بقى دولة بس بقولك ايه اطلع واحدة واحدة ليه يعني طالع سلم المجد ايه ده السلم بيرقص كده ليه يلا ايوا يا دولة ما السلم ده اللي جايبينه من شارع الهرم رجلي يلا رجلي 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 اه يا دولة نسيت اقولك حاسب السلمة المكسورة ايه خرب بيتك جاي دلوقتي تقولي حاسب السلمة المكسورة رجلي يلا اتصل بالاسعاف ولا اتصل بدكتار بسرعة طب انا ماينفعش اتصل بالدكتور وهو اللي اتصل بالاسعاف ويجي اعمل ايه يا حاجة الحقني يلا رجلي شكلها قسرت ولا بسرعة بس الف حمد وشكر لك يا رب السلم لسه بخير اه اتصل يلا اتصل 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 اي حاضر ما دولة ملينا دولة كام يا دولة؟ نمرت ايه؟ نمرت الدكتور خمسة وخمسة يا حبيبي خمسة وخمسة عن وصابتك ورب العرش نجاك يا ماما وانا خبطت في ميكروباص منه اللي اللازف تطين ورمزي انا كنت خايف ان هو يكسر التمثال كسرت رجلي وكسرت التمثال معلش يا دولة؟ الف السلام عليك يا عام بكرة ان شاء الله تخفها هو واللي تكسر تجبس هو دولة مش كنت تاخد بالك برضو كده يا عادل عشان ما تتكومش انا مش عارفة انت استبحت بوش مين النهاردة انا عارف استبحت بوش مين ايه الخفة انتوا فيها دينتوا الاتنين هو ايه سكتنانوا دخل بحصانه ولا ايه؟ بابا هو ده الجبس اللي بيبنوا بيه لعمارات؟ اه بصي الجسي كده هو طعم عموما نتمنوا يا جماعة الدكتور تمني خالص على الاخر يعني قال ان هو تمزق في الوريد الشرياني ويتبعه تقلص فيه على عضلات وتمزق فيها واذا حمل عليها اكتر هيحصل نيار كامل العمود الفقري كاملا من اوله لاخره بس والله في املي عادل يا نهارب لا ده انت تمنتيني خالص ده انا كنت خايف الحمد لله يعني انها جت على تمزق وينهار يصف يا حبيبي اذا ما كنتش انا تمينك مين هيطمينك بس يا عادل ده انا شركت حياتك يا بابا؟ طبعا يا حبيبتي انا اكتشفت فعلا ان انت اللي شركت حياتي دولة انت كده بقى هتبقى برجل مسلوخك يا عادل طب انت هتعمل ايه في الاسبوعين ده؟ هتروح البزار بكرسي ابو عجلات ابو عجلات؟ يعني ان شاء الله مفيش مشكلة خالص بالنسبة للبزار بس بجد يا جماعة انا متفائل بالروح اللي حوالي دي انا مبسوط جدا لا وانا عيدك تتفائل اكتر علشان موضوع البزار ده محلول اصلا محلول اصلا وبتقوليها بثقة كده وتشوحي بيدك هتعملي ايه بقى يا نوس عين مامتك؟ هتجيبي التماثيل تروسيها جنبه على السرين ولا اقولك نوسه في فاترينا كده وروسي فيها التماثيل بيدك؟ اه يا جماعة على فكرة وليجي يشتري منه التماثيل يجيب بقى كيس فاكه معاك لا يا خفة انا اصلا قررت ان انا هروح اقوط في البزار مكان عادل ده على اساس انك خريجت قسمة اصار فرع بازارات صح؟ يا رانيا يا حبيبتي البازار ده مسئولية وده شغل ضخم مايقومش بيه ميت راجل على اقل يا عادل وناب اديني فرساتي بقى اديني فرساتي عشان اثبت انه وراء كل رجل مكسور امرأة عزيمة ميل وسجانة ودحمل ميل وسجانة شباك ناستين وحريق ايه الزفت اللي انت بتعمله ده عالصب صباح الفل يا رانيا بص يا انا قلت بقى دولا مش موجود ففرصة ااخد هدومي فمين ما تقلع عشك تغسلولك يا رانيا شيل اللي هي باب اللي انت بتحببه ده يا قرف وعمل حسابك من النهاردة وطلع انا هنا زي زي عادل بالزبط خلي بالك بقى من رجلك الغربال الجديد له شدة برضي يا رانيا شوف تشت قاعد في بزار فعلا يا رانيا يعني هي لو كانت غسالة كانت تبقى ارحم بص يا رمزي استاذ رمزي لو سمحت انا من خلال دراستي لحالتك اشك بل اكاد اجزم ان انت عندك انفصال او انسلاخ في الشخصية ربنا يحفظك الاقي عندك تمثال او اندرع؟ والله يعني للأسف كان عندنا وخلص طب ولا تمثال حرص؟ والله يعني للأسف ما كانش عندنا وخلص بيه ده؟ ما شغلين ازاي؟ فين صح بالمكان؟ والله يعني هو انكسر وخلص بص يا خلص بص يا خلص استاذ خلص لا سمحت من خلال فهمي للمشكلة توصلت للحل وهي انك تمسك ورقة وقلم وتلف على البزارات اللي حوالينا تشوف فيه ايه هناك مش موجود عندنا وتكتبه بس ايه؟ ايه واحد ياخد باله منك؟ اه يعني كده هو انك اكتب وانا مش واخد بالي ان الورقة معايا مخبية وراء ظهر يعني اعمل اللي انت عايزه يا رمزي بس المهام الورقة دي تكون عندي النهاردة ايه يا رانيا بس دول لو شافونا ايه موتوني يا اخي يا ريت ابقى كده وصلت لأول خطوة لإصلاح البزار ده حد تتكلم النهاردة؟ الحج خافرة ومين الحج خافرة؟ ده تاجر من تجار التمثيل بس ايه يعتبر صنم في المجال ده هو اه طب هو عايزين؟ اه كان بيسأل يعني على البضاعة اللي هو كان عايزها مننا اه طبعا مفيش بضاعة لانهي دي مشكلة لا يا رانيا المشاكل كلها عند المعلم خلفاوي ليه هو المعلم خلفاوي عايز مننا تمثيل؟ لا احنا اخدنا منه تمثيل ومدنا لهوش الفلوس عشان احنا ناس معندهاش دم احنا بقى فلوسنا عند ناس تانية معندهمش دم غيرنا اه يعني احنا معندناش دم وهم معندهمش دم انا كده بقى عرفت المشكلة فين ماما انا مش عادي بنقل الرز ده صح ولا غلط لان بطلع منه الزلط بس حاسس ان انا بطلع الرز مش بطلع الزلط يظهر بقى ان الكاسر بتاع رجلي ده اثر على نظري الف بعد الشر عليك يا حبيبي انا قلت بس اسليك بدل ما انت قاعد كده لشغلة ولا مش غلط واه الواحد برضو يعمل بلقمته عشنا وشوفنا عادي القاعد بنقل الرز وامرات ومسكه شغل البزار ما حدش يتكلم عن ماما كنت بقت رجل البيت دلوقت روسي ماما بقت رجل البيت وانا بقيت ايه خيال ما قاتى شايف شايف بنتك المفعوصة ومعصوفة الرقبة صحيح يا البلدرة على فم ما تطلع البنت لاماها ماما جات ماما جات وحشتيني يا ماما حشتيني ماما حشتيني ماما روح ماما قلت ماما وحشتيني ماما امتي بخير يا جماعة ده نور ده نور ايه يا راني ايه الاخبار جبتيني حاجات اللي انا طلبتها منك يوه يا عادل نسيت ماريش انت عارف زي احمد الشغل يا حبيبي طميني عليك رجلك عاملة ايه الحمدلله هو قاعد زي اي ست بيت شطرة بيتنقل الرز عادي جدا حشتيني يا حبيب جاوز هداي ام اوكي يا مامي انت عارف بنتك بقى وقدرتها انا عايزة اثبت لعادل ان وراه ست تاكل الزلط اهو يا حبيبتي الزلط اللي جاهزولك لوحده اهو تكليب راحك يعني طب يا حبيبي اخش غير انا بقى اه اه حمدتي حبيبتي لو سمحتي بمفضل حضرتك انا عايزة بحكي اجي من الشغل الاقي الاكل جاهز على صفلة انا بطعب يا جماعة بطعب فعلا رعوني رعوني الله يخليكوا بطعب اف وادي الرز وادي الزلط مش حيبت مش عايزك الرز رانيا هو انت مش هتخرجيني النهاردة زي ما وعدتين يا حبيبتي ولا ايه والنبي يا عادل يا حبيبي سيبني في اللي انا فيه طب جبتلي كريم الشعر اللي قلتلك عايزه يا عادل انا في ايه ولا في ايد الوقت هو انت بتعمل ايه بالورقة اللي معاك دي بنات بشوية افكار هتخلي البزار ده بزار الاحلام انا حاسس انه هيبقى كابوس الاحلام انا تشوفي حبيبي افكاري هتوصلك لايه انت بحسساني انه هرجع على ايه ما اتحف بص يا عادل انا مقوميها بحكمة بتقول ان اللي بيقول ما بيعملش واللي بيعمل ما بيقولش وانا مش بقوله علشان انا لسه بعمل ولسه ما عملتش ومش هقول غير لما اعمل ايه ده ايه ده ايه ده هي دي حكمة ولا فزورة ماما ماما بقولك ايه عايزه مصروفية ايه ده يا ياسمينة يا جميلة معقول ايه تاخدي مصروفك من ماما وبابا موجود هتيل البوك ايه قصدي هتيل المحفظة هو انت مخدت مصروفك من ماما؟ عجبك كده يا رانيا شايف الكلام الياسمين بتقوله خدي يا اسمين خدي حبابتي يلا يا سبتي ايه رانيا انا لسه مخدتش خدي يا اسمين ادي البابي أنا خدت أفل عادل 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 فيه واحد برا عيزك اسمو خوفه اسمو المعلم خافرع خوفه خافرع أهرامات وخلاص طيب بدل ما تقف الراجل برا خليه يدخل وعطته الصلاة واعمليله حاجة بدل ما انتواقفة زي أبو الهول كده يا أبو الهول هههههههه طب بس افك الجبس وأأوملك أهلا 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 يا معلم خفرع أهلاً 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 يا حبيبي يا أعزه أعرق صديق ليا يا ربنا خليك زكى حادث الله يسلمك اتفضل اتفضل ألف سلامة والله يعني تعبت نفسك بزيارتك لينا دي يعني مش معقولة يعني يا بالله أنا أول معرفة اللي حصل ده فرحت أقضي زائلك وقلت واجب إن هاجي أزورك وهتطمن عليك ساعتين ثلاثة خمسة ستة عشرة زي ما أنت عايش يا نهربيض واضح إن حضرتك فاضي يعني يا حج يعني هو فعلاً يا بختي من الزر وخفف لكن حضرتك هتقعد معي عشرة ساعات إيه على ما تخلص البرتقال اللي أنت جايبه برتقال؟ ده تفاح تفاح أمريكاني آه تفاح أمريكاني ده تلاقي فيه بوش بقى ليه بوش؟ آه يبوشك في الفلوك بخمستاشر جنيئ الكيلو ولما تروح بعد ما تشتريه ما تلاقوش تفاح تلاقيه زي ما أنت أقول برتقال؟ أمومة يعني متشكرين جداً والله حاج خفرع مش عارف يعني إنه ردهالك إن شاء الله في الأفراح لا لا مش عايزك تردهالي استنى بقى السلام ما تشوف أنا جايب لك إيه تاني؟ إيه؟ جايب لك معايا أحلى هدية هدية مية مية إيه ده تمثال؟ رجله مكسورة؟ آه بالمناسبة هو رجله مكسورة وإنت رجلك مكسورة يبقى الرجلين مكسورين نردهالك إن شاء الله واجب لك تمثال رقابته مكسورة آه فكرتني بالوقت ابني الشائي دايماً بيكسر رقابتي راح أتجوز من ورا مني اتجوز واحدة رقاسة وجياريته اتجوزها كده لأ عرفي كمان اتجوزها عرفي؟ آه أنا نسيت صحيح يا معلم أعرفك بالمدام آآ راني يا امراتي بس متجوزها على سنة الله ورسوله مش عرفي ولا حاجة الحمد الله أهلاً يا معلم نورتنا وشرفتنا لأ لأ أنا بشرف بس إنما النور منك إنت اللي نورتين مقولت ليش أخبار التماثيل اللي أنا طلبتها منك إيه؟ آه موجودة ومركونة عندي بقالها فترة طويلة لدرجة إنها قدمت قوي يعني بانت إنها أسرية بحقه حقيقي بس بيني وبينك يا بساد عادل إنت مش عاجبني في الشغلة كل يومين دول مش عاجبني مهودة راجع حضرتك للأسلوب التقليدي السريالي اللي بيتعامل بها عادل مع إدارة الشغل أي يعني عايزاني أعمل إيه يعني؟ أجيب الزباين بمطوى من قدام ما بالبزارة خليهم اشتروا بالعافية؟ أنا رأيي إن إحنا نواجه تحديات السوق بإن إحنا نطور من نفسنا عشان نباين تفردنا في السوق أوه ولو إن مش فهم حاجة من اللي قلته إن أبقى كلامك مية مية يبقى مزبوط أحادي لحضرتك مثلا إيه رأيك مثلا وإحنا بنبيع أي تمثال ننزل معاه دفتر عنوين وأرقام تليفونات شركة السياحة والطيران والفنادق وفي نفس وقت كمان عنوان البزار والحاجات اللي موجودة فيها أزدعاية يعني للبزار بينا يخليك ويبارك ليك كده مية مية هي الطريقة دي اللي حنتمشي بيها كل العكاية هو إيه اللي مية مية؟ طب ما بالمرة بقى نعمل إمسكيات تتوزع في رمضان؟ لا صراحة بصراحة إنت معاك ست ولا كل الإمسكيات أه أقضي ولا كل الستات لا وإنت السادة أنا عندي ست ستات لا ده أنا هقول لحضرتك بقى على فكرة إنما إيه هيلة إيه رأي حضرتك إن إحنا نتفق مع شركات السياحة إنها تنزل عندنا الأفواج مقابل كماشر هيخدوم الأرباح يا أهلوي شايفة راجل فعلا ما يجيبها إلا ستاتها ولا إيه اللي موقفة تفين إيه اللي موقفة تفين إيه اللي موقفة تفين إيه اللي موقفة تفين أهوه تكلمت المعلم خلافها زي ما قلت لك؟ اه اتصلت بيه وزمانه جاي ربنا يسطر اراني ده انا خايف يجي ولع في البازار وفينا ده الكلام ده لو انا مش موجودة هنا مش موجودة ايه ده زكان دولة ما كانش قادر عليه انتي هتقدري عليه ممكن تخلص وتنقطي بسكعتك اهه قدام اللي قلتلك عليه فضل خد الورق ده ايه ده انت دخل انتخابات ولا ايه ده دعايا للبازار يا غبي ياه ايه ايه افكار الجميلة دي ايه مطلوب توزعها على السياحك ولا ايه ايه هفكار المتعب دي اييه اللي قول ايه شو ما 군كيين ولا والا تعال الان ايه مابقولش لا بتقول اه ام بحسب يله قول اه 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 اهه الطلبية جهزت اه طبعا جهزت يا معلم انت تقمع ربانا خليك بس أنا معذور شوية هرجوكي حدفع نفس المبلغ وبعدين بعد سنتين حدفع الباقيين قد بعد شهرين السلام عليكم وعليكم السلام أهلاً أهلاً يا معلم مين؟ المعلم الخلفاوي أهلاً يا معلم خوفوا آآ خوفوا نعم أهلاً يبقى أحلى ده أنا كأخي اتفضى لا أحد اتفضى الحقيقة جمعنا جمعتكم النهاردة عشان نحل مشكلة المعلم خلفاوي مع عادل لا مؤرزة يا مادام الأستاذ عادل زودها معايا قوي وبعدين أنا صاحب حق يا ناس معلش يا معلم أصلاً هو مش ميت النشك بس هو الموضوع ساعات يعني البني قدمين بتمر بظروف والمشكلة إن شاء الله محلولة محلولة؟ إزاي يعني؟ إحنا لينا فلوسة عند المعلم خفرع هيدفع لحضرتك جزء دلوقتي وجزء بعد شهرين أصلاً الفلوس دلوقتي مع الطيوس وبالنسبة لي إن شاء الله مفيش مشكلة بس شهرين كتير قوي يا مادام ويمكن كمان قبل شهرين ويمكن يومين بعد ساعدين لما ربنا في رجع إن شاء الله أظن كده يا معلم إحنا خرجنا خلاص برا الموضوع ومشكلتك مع عادلة حل صاف يا لبن بقى موسيقى أBean أبقى يا ت Governor داه ده ايف uniforms القبس ولا هيقطع رجلي يا دكتور حضريتك اسبت شوية ما تبقاش عايل مبقاش عايلождك يعنيم حمد وانا عشان ابقى راجل يعني يقطع لرجلي خمس دهاية بين ينشобрه واحدى خمس بص حضريتك Maar buscaة أي ريت ما يقطعوه خالص لنا ولفت علي وبعدين متففية لي رجلي يا دكتور في اي يا عامتو ؟ وما جايبين يا دكتور والمطباح inanأ شش بسكوتي خالص احسن لو سمعت حينشر لك رجليك كده ينشرها بس سيرت قبل ما ينشرها يعصارها خلاص يا سيري شلنا الجبس كل كسر وانت طيب وانت طيب يا دكتور عقبالك كده ان شاء الله وممكن الصبح تنزل الشغل اه 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 الف سلامة تفضل مع الف سلامة مع الف سلامة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يلا ام يا بطل شد حيلك ايه اللي حينقذ ما يمكن انقاذه فيها سناء البزار ولع ولا ايه لا اصدها تقول ان امرات هتعمل فيها ام العريف جيب العوائب سليمة يا رب اه وانها بقى حاجة عيلي مدال حيا عادل تكلمها في التليفون حسن تكون بعيدلك البزار ما انا كل ما باجي اكلمها عاملالي بنضاريتها كده مش عايف اتكلم معاه في اي حاجة خالص الله هو انت بتعرفش يا بتعمل ايه والله يا ماما لغاية دلوقتي مش عارف لا شفت مينها الابيض ولا اسود بس ان شاء الله ان شاء الله كله هيتعوض يا ماما دي حد عارف يكلمها اللي عاملالي رسالة بتعملي دكتوراب بنضاريتها دي انا بقى بستحلف لها اه هتعمل ايه يعني هجيب شوار رز من او ثلط وهخليها اتنقي السلام عليك عليكم السلام.. دولة حبيبي وحشني يا دولة الف السلام عليك يا دولة اهلا أهلا 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 والله يا دولة احنا في غيابك ولا لنا اي لازمة يا ابني انت في حضوري او في غيابي ملكش اي لازمة يا رمز الحبيبي يا دولة ايه البذار دا يا لهوة البذار دا بتاعنا او ايه لحظة واحدة اروح اسأل اي حد ما عندي بره واجيلك فريرة لا 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 اروح اسأل ومتجيش خالص يلا اتكاع الله لا حبيبي اضربني وانا بيدول اضربني حبيبي بصراحة يعني يا دولة الشغل في غيابك كان فريرة قصدك ايه يعني؟ قصدك اروح اجبس رجلي تاني عشان يفضل فريرة؟ ايه قريت بقى؟ اضرب 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 والله مش فاهم عنايا مش فاهم عنايا يا غبي اسمها مش بسدق عنايا يا ألف الحمد الله على السلام يا أستاذ عالك اهلا وسهلا اهلا وسهلا ازاي كمعلم خلفاوي تفضل تفضل ريش يعني انت المرة اللي فادت لما شرفتني رجلي تكسرت ربنا يسطر بقى المرة دي يا سيدي عافة الله اما سالف وبعدين انا خلاص خدت حقي خدت حقك عشان رجلي تكسرت يعني هتتنزل عن فلوسك؟ انا مالي ومالي تكسر انا خدت فلوسي من معلم خفرع المعلم خفرع ازاي ده حصل يعني؟ اه الست بقى اه الست مراته دي توزن دهب ست مخها يوزن بلد ست زوء ومالي اه مراته اله اه 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 افتكر تقامة معارف دي كلها بناء على توجهاتي يعني انا اللي قلتلها اااااااااااااا احاول التصبعاتي كل حاجة ولبسي طائية ده لده فواضح ان انت اللي قدتت طائية ودت المعلم خفرع طائية خدت طائية؟ ها نفسي اخد طائية حدين حبيبتي ده خاتم دهب يعني هدية صغيرة اعتراف بالجميل اللي انت عملتين يا عادل يا حبيبي والله الموضوع مش مستحمل خالص يعني ده واجب علي والمفروض ان انا كنت اعمل كده عادل اي ويكون ده يار 18 حبيبتي جينا بقى للكلام الفلسو بجد يا رانيا انا مش عارف اقولك ايه على موقفك الرجول اللي انت عملتين رانيا انت راجل يا رانيا ما تحافظ على ملفزك يا عادل راجل ايه وبتاع ايه ايو طبعا حبيبتي انت قمتي بدور ما يقومش بيه ميت راجل لان انا طبعا بميت راجل انت عارف يا سيدي ده واجب علينا يعني الكسر انت بس كده كل يوم واشوف انا هعمل عشانك ايه الكسر وكل يوم فعلا حافظة على ملفزك اقولك الخاتم ده انت ما تستهلهوش يا رانيا خلاص خلاص